اشتركوا في القناة احمده واشكره واسأله المزيد من فضله وكرمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نتابع حديثنا عن طاريخ النحو العربي بعد هذا الجيل من تلامدة الاخفش سيظهر جيل تلامدة هؤلاء وهم الذين اسسوا لمدرسة بغداد واوضحوا اتجاه درس النحو بعيدا عن اجوائه الاولى وعلى رأسهم امام المدرستين البصرة والكوفة المبرد في البصرة وثعلب في الكوفة من هو المبرد هو ابو العباس محمد بن يزيد الاسدي من اهل عمان اصلا وربما ولد هناك ونشأ بالبصرة ونبغ صغيرا فاتسعت روايته في اللغة والنحو والادب واتصل بالخليفة المتوكل وانتقل معه الى عاصمته صر من رأى وعندما توفي المتوكل دخل المبرد بغدادا وجلس الى احد مساجدها واقام حلقة لدرس النحو وسرعان ما قصده الناس عندما انبهروا بفاصاحته ودقة تناوله واتساع علمه وكان ثعلب يومئذ قد سبقه الى درس النحو ببغدادا فاصبح يحسده وكان يبعث طلباته الى مجلس المبرد ليطرحون عليه الاسئلة لتعجيزه وكان منهم الامام الزجاج الذي انبهر بدرس المبرد فانصرف عن شيخه ثعلب ولزيم المبرد سنوات طويلة كما كان من تلامدة المبرد في بغداد ابو بكر بن الصراج صاحب كتاب الاصول الذي قال فيه العلماء الذي قال فيه العلماء كان النحو مجنونا فعقله ابن الصراج وكان المبرد اماما ثقة في اللغة والادب والنحو واسع العلم في كل ذلك وخاصة اشتغاله بكتاب سبويه وقد ألف عليه كتابه المشهور المقتضب فلخص كتاب سبويه وهذب مسائله وناقش قضاياه وانتقدها واتبع في ذلك آراء شيخه المازني بدأ المبرد درس النحو انطلاقا من درس القراءات ثم تفرغ للكتاب فدرسه على الشيخين المازني والجرم وأطال النظر فيه وقيل إنه وضع عليه كتابه سماه نقد كتاب سبويه انتقد فيه أكثر من ثلاثين ومئة مسألة وذلك في عهد شبابه ثم تراجع عن ذلك عندما التزم مذهبه النحوي يعني يعتبر ذلك من تصرع الشباب ويبرز ذلك واضحا من خلال كتابه المقتضب وخاصة أن هذا الكتاب تميز بمنهجه في التعامل مع القواعد النحوية على أساس المسائل التمرينية حتى قال العلماء إنه كتاب تطبيق وقد أورد منها نمادج كثيرة تهديف إلى إبراز مدى قدرة القواعد النظرية على الاضطراد والضبط وتوفي رحمه الله سنة خمسين وثمانين ومئتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة